طبعاً ما فيش شك إنه فيه اهتمام كبير بقطاع الزراع واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة زي مستقبل مصر الزراعي في الدلتة الجديدة وتوشكى وغيرها من المشاريع اللي بتعتبر سلت غزاء المصريين وبتحقق الأمن الغزائي عايزين نتكلم مع حضراتكو عن أهمية هذه المشروعات مع ضفنا الدكتور يحي عياد خبير الاستثمار الزراعي لمنورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور رسول محمد وصباح الخير يا مصر أهلاً بيك يا فندم طبعاً اهتمام مباشر من سيادة الرئيس بالمشروعات الزراعية بشكل شبه دوري بتعقد اجتماعات للاهتمام والوقوف على آخر تطورات هذه المشروعات لو نتكلم على أبرز المشروعات الزراعية اللي تمت في مصر خلال الفترة اللي فاتت أولاً بدايةً الزراع هي عمود الخيمة للاقتصاد المصري الحضارة المصرية القديمة كلها بنت على الزراع بنيت على الزراع وعلى ضفاف النيل سيادة الرئيس والقيادة السياسية أولت اهتمام كبير لملف الزراع قبل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل الكوفيد-19 كانت الدولة المصرية خادت خطوات كبيرة في ملف الزراع بتوسع أفقي وتوسع رأسي للزراع التوسع الأفقي عن طريق مشروع الدلتة الجديدة مستقبل مصر لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان مشروع الريف المصري لاستصلاح 1.5 مليون فدان إعادة إحياء مشروع توشكة من جديد استصلاح ما يقرب من 450 ألف فدان في سيناء المساحة الكبيرة اللي هي إن شاء الله هتكمل استصلاح الأراضي في مصر هترفع المساحة المنزلعة في مصر لـ 12 مليون فدان وده رقم إن شاء الله يبقى كبير جدا ويبقى مؤثر في سد الفجوة الغذائية للدولة المصرية طيب إحنا على أي أساس يفننا بنختار المنتجات الزراعية اللي هيتم زراعتها؟ المنتجات الزراعية إحنا بنختارها حسب احتياجاتنا المفترض إن حسب النيدز اللي موجودة لنا كشعب إحنا عندنا محاصيل استراتيجية وعندنا محاصيل تصدرية بنبدأ أنه نرشد ونعمل إرشاد زراعي للمحاصيل اللي نزرعها نحن عندنا طبعا الأمحة هو مصروح استراتيجي مشروع محصول استراتيجي عندنا الدرة عندنا المنتجات المحاصيل الزراعية الزيتية محاصيل استراتيجية الدولة بتشجع على زراعاته بالإضافة للمحاصيل اللي نصدرها يعني مصر حاليا هي الدولة الأعلى في العالم في تصدير الموالح نحن لدينا دور كبير دلوقتي وبقى لدينا ريكورد كبير في تصدير الفراولة وتصدير البصل عندنا يعني الحمد لله في تطور كبير في تصدير الحاصيلات الزراعية المصرية عظيم جدا التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية أعتقد أنه مكلف وما هواش بالسهولة لكن إزاي بيتم إحنا عندنا معظم الأراضي في الدولة المصرية هي صالحة للزراع إحنا مشكلتنا هي مشكلة في ندرة المياه وليست الأرض إحنا المقدر لنا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب مياه من سنة 56 كان عدد سكان مصر ما يقرب من 25 مليون نسم إحنا حاليا تقريبا 105 مليون نسمة حصت مياهنا في النيل لسه الحمد لله زي ما هي ولكن الدولة المصرية أخذت فكرت بر السندوق بمشاريع تحلية مياه الصرف الزراعي عندنا محطة بحر البقر بتنتج 5.5 مليون متر مكعب مياه يوميا محطة المحسامة بتنتج مليون متر مكعب مياه ودي المياه اللي ضخت في ترعة السلام لإعادة تعمير سيناء واستصلاح 450 ألف فدان في سيناء لأن السيناء مش هنحافظ عليها غير بالتعمير ومش هنحافظ عليها غير بالتنمية سيناء وده القيادة السياسية أخذت فيه خطوات كبيرة منذ سنوات عندنا حاليا محطة الحمام هي محطة الحمام هتنتج 7.5 مليون متر مكعب مياه ودي هتبقى الأعلى في العالم حاليا بحر البقر هي الأعلى وإحنا بنفس نفسنا في الكلام ده طيب ده عظيم جدا يعني احنا التركيز فقط على الموارد المائي يعني الأرض كلها صلاحة لزراعي واسكونة نسمع بلكده مسألة أنه الأرض تتقدم لمجموعة من العناصر المعدنية بالنسبة للأرض الصحراوية طبعا بخلاف الأرض الزراعي مليون بالمية طبعا التربة والأرض مختلفة وليها أنواع في الأراضي التنية أو الأرض الصمرة هي طبعا بتبقى خصبة يعني بتحتفظ بالمية أكتر بتسمح بزراعة محاصيل زي الرز وزي الأمحة والدراء وهي جيدة يعني الأرض الصحراوية طبعا بخصائص التربة الرملية بيبقى تبقى فقيرة شوية من العناصر بتسمح بتسريب المية أكتر وده اللي الدولة بتحاول أنها تعمله بالطرق الجديدة واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة وتقنية المياه طبعا المشاريع اللي سيادة الرئيس فتحها البترو كيمويات ووفرت لنا الأزوت والأسمدة دي طبعا ساعدت كتير جدا في سد الفجوة في المغازيات أو الأسمدة الزراعية طبعا عشان الناس تبقى فاهمة أكتر أن احنا شغالين في كل المحاول زي ما حتك قلت أن احنا هنتجه للصحراء لاستصلاح أراضي صحراوية جديدة ده بيتطلب توفير موارد مائية فبدأنا نشتغل على تحلية مياه البحر بدأنا نشتغل على إعادة تدوير المياه مرة أخرى عشان ما نفقدش نقطة مياه واحدة ويتم استخدام المياه في المكان المناسب وما نفقدش ما يكونش فيه هدر في المياه بدأنا نشتغل على جانب الآخر في طبطين الترع عشان نوفر برضو المياه وعلى جانب آخر حدك ذكرته دلوقتي اللي هو توفير الأسمدة عشان تخرج المنتجات الزراعية بجودة عالية كمان يكون سهل علينا فتح أسواق جديدة للتصدير كمان صحيح مليون بالمياه احنا ده في التوسع الأفقي أما التوسع الرأسي لتعظيم الانتاجية للفدان باستخدام الأساليب الحديثة بالمشروع القومي للتقاوي احنا عندنا في موسم حصاد الأمح دلوقتي الحمد لله ارتفع انتاجية الفدان من 18 متوسط الأفرج من 18 أردب ارتفع ل24 أردب للفدان الأمح استخدام التقاوي الجديدة والتقنية الجديدة في زراعة الأمح والأصناف الجديدة من التقاوي لزراعة الأمح طبعا كدولة مستفيدة بكل تأكيد من الستردب اللي زادوا في الفدان والمزارع نفسه مستفيد طبعا في المقام الأول أكيد طبعا بنتفع معك تمام مليون بالمياه طبعا يعني التعظيم الانتاجية ده شيء مهم جدا في التطور وزيادة الكرف بتاع الانتاج طيب لما نجي نتكلم عن مشروع من المشاريع المهمة جدا هو مشروع الدلتا الجديدة طبيعة المنتجات الزراعية اللي بتخرج من هذا المشروع والسؤال الأبرز ماذا لو لم نتجه إلى هذا المشروع إحنا لو ما كناش اتجهنا من 2016 لمشاريع استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية كنا حنواجه مشكلة كبيرة حاليا الحمد لله أن كان فيه قيادة حكيمة للدولة وكان فيها فكر تطوري كبير مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر لزراعة 2.2 مليون فدان هو تقريبا يعني زرعوا لغاية دلوقتي مليون ونصف فدان ده رقم كبير جدا جدا يعني كان مجهود كبير وساعدت فيه كل أجهزة الدولة أنه هو يخرج إلى النور بالإنتاجية الكبيرة للفدان أمح احنا شايفين الأمح بناء الصوامع للأمح البنجر بنجر السكر مشاريع يعني كلها محاصلة استراتيجية في مستقبل مصر كمان فيه تركيز كبير على التكنولوجيا المستخدمة في الزراع صحيح طبعا يعني الزراع بالبفوت طبعا قدرت أنها تزرع مساحات كبيرة وقدرنا نحن نزرع مساحات كبيرة الرأي بالرش البفوت اللي هو الرأي المحوري مش ده اللي هو الرش بالرش آه الرأي محوري بالرش مع عشان الناس ما ستكون فهمها أكتر يعني الرأي المحوري بالرش ده بيفرق في جودة المزروع نفسه ولا فكرة توفير المياه هو مش بس توفير المياه هو توفير المياه وأن أنت بتوزع المياه بصورة متساوية على كل الأراضي المزروعة فيطلع المحصول كله يبقى يعني في مستوى واحد يعني ما يبقاش فيه منطقة بور ومنطقة أكتر منها فبيبقى الانتاجية كلها يعني أو شكل المحصول والانتاجية بتاعته كلها في لفل واحد عظيم جدا مشروع من المشروعات اللي تلكأت لفترة وأيض مرة أخرى العمل عليه هو مشروع توشكا لوحدك تتكلمنا عن هذا المشروع وانتاجيته إعادة إحياء مشروع توشكا الدولة كانت يعني عندها العزم إن هي تطور من المشروع تحل العقبات اللي موجودة فيه بنزرع دلوقتي برسيم حجازي في توشكا بنزرع موالح المشروع الحمد لله بقى فيه مردود كبير ليه وانتاجية كبيرة للمحاصيل اللي مزروعة في توشكا جانب أخر من الموضوع كمان يا دكتور يمكن ما حدش مركز معاه شوية هو توفير فرص العمل ما هي المساحات المنزرعة دي بالملايين الأفدنة أكيد بتحتاج أيدي عمالة فيه ناس شغالة في هذه المشروعات طبعا الزراعة من السكتورز اللي بتحتاج عدد عمالة كبيرة وبالتالي ده إحنا بنحل مشكلة بطالة إحنا بيبقى فيه عدد كبير من العمال والمهندسين والاستشاريين وحتى ده ده دايريكت والإن دايريكت بقى تلاقيه يعني كل الجهات أو الأطراف المعاونة الغير مباشرة اللي بتساعد في الزراعة طيب الدولة استعلت وأهلت وعملت البنية التحتية والبنية الأساسية وفتحت المجال المستثمرين والقطاع الخاص شكل تواجد القطاع الخاص في هذا المجال إيه؟ القطاع الخاص في سكتور الزراعة هو بيمثل الركن الأساسي في تطور الزراعة في مصر أنا تربيت في بيئة زراعية يعني أنا من محافظة البحيرة فتربيت في بيئة زراعية وزرعت في الأرض الصمرة وفي الأرض الربلية فعندي الاكسباليانس بتاعة الجزئين يعني السكتور الخاص أو الإقطاع الخاص طور نفسه بقوة جدا يعني في مدارية التحرير عندنا إحنا الاستشاريين والمهندسين اللي بيشتغلوا في الفراولة طوروا نفسهم وبقى يحضرهم مؤتمرات خارجية خارج البلاد لدرجة أنه بقى مدارية التحرير عاصمة الفراولة في العالم يعني عاصمة تصدير الفراولة في العالم إنتاجية كبيرة جدا جدا القطاع الخاص هو قطر التنمية يعني لازم الدولة تبقى يعني بيساعدها القطاع الخاص ويبقى فيه تعاون كبير ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص طبعا المشاريع القومية الكبيرة اللي بنيت في الزراعة خلتنا دلوقتي أن احنا عندنا أمن غذائي إلى حد كبير قبل مشكلة الكوفيد-19 وقبل الحرب الروسية الأوكرانية يعني ما اتجهت الدولة للمشاريع الزراعة لأن الفجوة الغذائية مش مشكلة زراعية بس الفجوة الغذائية والأمن الغذائي هو جزء من الأمن القوم المصري من يمتلك الغذاء بيمرر قرارات سياسية هو عايز يمررها فالحمد لله يعني ونحمد ربنا أن احنا كان عندنا رؤية كبيرة لسد الفجوة الغذائية وإن شاء الله يعني القدم حيبقى أفضل بكتير إن شاء الله في الجمهورية الجديدة وانا بشكر سيادة الرئيس أنه دعا لحوار وطني هادف وجاد وسمح بمساحة كبيرة لكل المصريين للتشاور للعبور للجمهورية الجديدة ومن مستخرجات الحوار الوطني في المحور الزراعي اللي احنا تكلمنا فيها أن يبقى فيه توسع فيه الزراع التعقدي أن الدولة تعمل سعر ضامن للمزارع للمنتج عشان تشجعه أنه هو يزرع المنتج الاستراتيجي ده زي ما دولة رئيس مجلس الوزراء أعلن مع لجنة الزراع في مجلس النواب أن السعر الضامن لأردب الأمحة ألفين جنيه خلى الناس أنها تبدأ تتشجع وتزرع أمحة بمساحات كبيرة الزراع التعقدية التصنيع الغذائي ده شيء مهم جدا وبيزود الفاليو والقيمة بتاعة المنتج الزراعي قانون التكافل الزراعي ده يعني مطروح من توصيات الحوار الوطني طبعا التطبيق الدورة الزراعية لأن تطبيق الدورة الزراعية هيخلينا نبقى عارفين الاستراتيجية بتاعتنا والبلان بتاعتنا عاملة ازاي أن مساحة كبيرة هتزرع رز مساحة كذا هتزرع عامح فيبقى عندنا رؤية كدولة المساحات المنزارعة ايهاي طبعا كارت الفلاح والتعاون مع البنك الزراعي اللي عمل نهضة كبيرة ودعم المزارعين كان ليه دور كبير في تنمية القطاع الخاص الزراعي صحيح وجوز كبير كمان من دعم المزارعين زي ما انت قلت فكرة التواصل معهم بشكل مباشر والزراع التعقدية أهمية الزراع التعقدية نحن بنضمن أنه هيزود لنا محصول معين نحن محتاجين نسد الفجوة وفي نفس الوقت هو بيضمن له عائد وده سعر استرشادي هذا سعر ضامن ضامن لأنه هيكسب لو حصل حاجة في أسعار السوق أو اختلفت أو كده بيكون السعر مختلف زي ما حصل في الأمح السنين لو السعر العالمي زاد هو هيزيد السعر معاه ولكن ده سعر ده المنموم اللي احنا هنقدر ان احنا كدولة نشجع به الفلاح ان احنا نشتري به وبنقول له يعني ازرع بقى ريحية لأن دايما الفلاح بيعنده الهاجز بتاعه طب انا هزرع أمح ولا ازرع دوره طب انا هزرع ايه ولا ايه طب هيبقى سوقه عامل ازاي؟ سوقه عامل ازاي فهو مش عارف لكن لما يعرف من البداية ان المحصول بتاعه هيبقى سعر وكذا هيبدأ ان هو يبقى محدد الاطار اللي هو هيحسب حزبته بالبلد كبا يحسب حزبته فعلا طيب انت كمشارك في الحوار الوطن عايزين بقى نركز على النقطة دي احنا عايزين نزود اكتر القطاع الخاص في مجال الزراعة عايزين نزود الاستثمار في مجال الزراعة ايه المطلوب؟ اه يعني نيسر لهم آلية الاستثمار الزراعي يعني الشركات الزراعية بقى لها دعم وليها دعم ملموس يعني دعم احنا طبعا يعني الاراضي دلوقتي اللي في مصر اللي هي القابلة للبيع او من الدولة او الكلام ده محددة في جهات مختصة نحاول ان احنا الشركات الجادة الزراعية ان احنا ندعمها بالارض نديها فسيلة في البيمن تيرمز بتاعة شراء الاراضي نيسر لها الاجراء نفسه بتاع شراء الاراضي دايما المستثمر بيبقى عايز يستثمر في ملكه مش عايز يستثمر في ايجار فده شيء مهم تاني حاجة تخوف مشروع برضو من المستثمر تاني حاجة ان احنا المستثمر ان كان مصري او شركات مصرية او شركات اجنبية هو عايز يبقى يعني ايه متطمن على فلوسه فعارف وعايز يعرف ان الدولة مسندها مسندها في اسمدة مسندها في الات زراعية فالتسهيل وتيسير للمستثمر الاجراءات الروتينية والدعم الفني والدعم الاسترشادي من وزارة الزراعة ده شيء مطلوب جدا جدا بالاضافة الى ان احنا نشجع المستثمرين المصريين الحاليين على التصدير المجلس التصدير مجلس تصدير الحاصلات الزراعية قاين بدور كويس جدا وان شاء الله الفترة اللي جايب قليه ندوات في كل المحافظات ويقدر ان هو يوعي الناس اكتر على تصدير الحاصلات الزراعية بجانب انا شايف ان الملحقين التجاريين بتوعنا اللي في القنصوليات والسفارات الخارجية لازم يبقى ليهم دور قوي وفعال في ان هما يعملهم يعني يفتحوا لنا اسواق خارجية ويترجطوا لنا الدول اللي هي محتاجة لانه هو موجود قريدي في المكان اللي هو عايش فيه فعارف ايه النيد اللي مطلوبة للدولة داية من المحاصيل الزراعية ويقدر ان هو بالتعاون مع وزارة الزراع وتقدر ان احنا يعني نعمل سايكل مغلقة نقدر ان احنا كلنا نساند فيها بعض عرف دكتور من الحاجات اللي بقيت اللاحظها خلال الفترة الاخيرة مش المستثمر الكبار اللي بتخوروا في مجال الزراع على الشباب الصغير الشباب الصغير اللي بيتجمعوا مع بعض كده ويعملوا شركة صغيرة على قدهم ويقولوا اه يستصلحوا قطعة ارض ده طبعا يعني يعني متواجد بقوة جدا الاستثمار الزراعي هو استثمار آمن ودايما البزنس بيبقى يعني انت بتحاول انت تدخل في اي استثمار بتحاول تقلل المخاطر قدر الامكان فالاستثمار الزراعي هو استثمار آمن يعني احنا زي ما قلت لحضرتك الزراع هي عمود الخيمة ربنا حسنا على الزراعة يعني قول الحق تبارك وتعالى في سورة الملك واجعلنا لكم الأرض ذلولا فمشوا فيه مناكبها وكلوا من رزق وإليه المشور فطبعا يعني الحس على الزراعة ده شيء مطلوب الشركات الزراعية والشباب الصغير يعني ليه دور كبير في التنمية والفكر الجديد كمان طبعا عنده الحماس والأكتف وعايز ان هو يعني يعمر في بلده واللي يؤكد كمان ان الدولة عندها رؤية في مجال الزراعة انه مشروع مثلا زي الدلتا الجديدة وزي ما انت ذكرت من شوية قائم على الزراعة والتصنيع الزراعي فيه مصانع جنب الأرض الزراعية عشان اللي بيتزرع يتاخد يدخل على المصانع يتقفل ويتكيس ويتجهز سواء للتصدير أو انه ينزل للسوق المحلي وعشان يصل سواء ليه ميناء من المواني للتصدير أو حتى ينزل للسوق المحلي فعملين شبكة طرق ففيه رؤية شملة للمشروع هو الـ الفرستركشر الدولة قامت بيها من 2013 وشبكة الطرق والكباري والمحاور الكبيرة ليها طبعا عائد كبيرة على الاقتصاد ومش على الزراع بس على الزراع وعلى الصناعة وعلى السياحة بس على اللونج تيرما بس احنا اي حد بيشتغل في البيزنس هو حاسس بيها دلوقتي طبعا يعني كان لها دور طبعا كبير جدا جدا في نقل المنتج الزراعي بطريقة سهلة وميوصرة للمواني للتصدير والمطارات يعني احنا بنصدر برضو كميات كبيرة من المحاصير الزراعية التوزيجة الفرش فطبعا شبكة الطرق والكباري كان لها دور كبير جدا في تيسير الوصول المنتجات طيب هل من الممكن بهذه الوطيرة ان احنا نشهد خلال الفترة اللي جاية مثلا اكتفاء ذاتي في محصول من المحاصيل الاستراتيجية هو ممكن يبقى فيه ان شاء الله بس ممكن يبقى فيه اكتفاء نسبي لان ما فيش دولة في يعني انا من وجهة نظري ما فيش دولة تقدر النهاية بس انت عشان تعمل اكتفاء ذاتي من القمح انت محتاج تزرع 12 مليون فدان قمح فهيأصل على باقي المحاصيل فهيأصل على باقي المحاصيل انت هتزرع الرقعة الزراعية كلها قمح طيب والباقي هتزرع ايه ففحيح لكن ان شاء الله عندنا اكتفاء نسبة بنسبة كبيرة ان شاء الله من المحاصيل الاستراتيجية طيب نروح لي الثروة الحيوانية ويدا جينا في اهتمام كبير برضو من الدولة بهذا المجال السروة الحيوانية هي جزء من الاستثمار الزراعي او جزء من الكيان المنظومة الزراعية في مصر السروة الحيوانية طبعا يعني بتمدنا بالالبان وباللحوم ودي منتجات استراتيجية برضو للدولة احنا تقدمنا بتصور لتطوير السروة الحيوانية في مصر بمشروع كبير مع احد الجهات يبقى فيه يعني ان حصلت عليه موافقة يبقى فيه تعاون مع وزارة الزراعة واحد الجهات ووزارة الاتصالات علشان تعمل شبكة نتوارك كبيرة وانترنت ووزارة التموين المشروع الجديد هو بيقول لنا احنا عندنا قريدي ايه من المستروة الحيوانية في مصر بالتفاصيل بتاعتها بيعمل لنا الخريطة الوبائية للامراض في مصر تبقى خريطة واضحة للحد من انتشار الامراض الوبائية احنا لما جلنا الجلد العقدي في 2005 و2006 يعني اثر بشكل كبير على الصراع الحانية في مصر هيبقى فيه زيارات شهرية مجانية للمربيين عظيم مجانية بدون اي عائد بدون اي عبء جديد على المربي او الفلاح او الشركة اللي بتشتغل فيه الانتاج الحيواني فان شاء الله يعني يبقى فيه يعني عظيم كلامك اللي فهمته كده انه هيكون فيه رقم رقم لكل رأس ماشية مثلا او كود مثلا او كده زي ما هو مثلا حاصل في المشروع او رقم القوم من العقارات او بزبط وده حي احنا عندنا مشكلة بنواجهها كلنا على الصحة العامة وهي زبح الفصيلة الخيلي بنلاقي حمير مدبوح راسها ومدبوحة ويقولك كذا فيه ده اكل كلاب وقطط ولحمة كذا ففي المشروع احنا حنقضي تماما على المشكلة ده من من باعها للحد من طبعا من زبحة يعني زي مثلا حنبقى بطاقة رقم قومي ومربوطة بالرقم القومي بتاع المزارع ونعرف تطعمات بتاعتها ايه خد تطعماتها ولا لا طبعا مليون بالمية وده يعني حيبقى فيه آلية لبيع وشراء الحيوانات بطريقة سليمة وآمنة وما يتمش دبحة كمان وهي صغير وده من اهتمامات المشروع القومي للبتيل وما يتمش دبحة وهي في سنه صغير فتكون انتاجيتها من اللحوم اقل بالزبط كده اتفق معك تماما يعني ده حقيقي طيب احنا ازاي بنشجع الشباب برضو على الدخول في هذه النقطة تحديدا للثروة الحيوانية يعني فيه مشاريع كتير وفيه مبادرات كتير لتشجيع الثروة الحيوانية وتشجيع المشاريع الحيوانية في مصر الدولة بتتبنيها طبعا يعني معظم المشاريع بتبقى في المناطق الريفية والناس عندها بقى عندها دلوقتي وعي جبير قوي بالزراعة والصراع الحيوانية صحيح وبدأهم يعني يتاجهم اتجاه وبيبقوا يعني مهتمين اكتر بالاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني دكتور يحيي حضرتك شرفتنا ونورتنا فندم وبنشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل الدكتور يحيي عياد خبير الاستثمار الزراعي ألف شكرا فهم